أنا افتكرت يعني الناس تمالي بتسألوا بتكلمون طوله يا جماعة أنا مقدم برنامج مش الدكتور بس كلموني في حاجة غريبة جدا واحد فعلا كان عنده غيبوبة السكر نعم غيبوبة السكر دي يعني مشكلة كبيرة بس طبعا ما قدرتش أرد عليه قلت له كان السؤال ايه طيب حضرت قال لي واحد عنده السكر قال لي فيه واحد عنده السكر وجات له غيبوبة ووسائل عربية فحصلت له مشكلة وحمد ربنا انه هو عدى منها فقال لي دلوقتي أنا دلوقتي عند السكر طب انا هعمل ازاي زي يعرفها غيبوبة السكر امتى بتيجي طيب ده سؤال مهم انا كنت نقول حاجة بس حبدأ برضو بيها دي جميلة غيبوبات السكر اللي بتيجي سريعة وفجأة دي لنقص السكر ما بيكونش زادت السكر وبالتالي هنا الناس دول هل كل واحد عنده قابلية ان يحصل له نقص سكر مفاجئ بهذه الصورة ان هو مثلا لو سواء عربية او سواء حاجة ممكن يعني يفقد الوعي وبالتالي يعني يعرض نفسه واللي معاه للخطر ده قابل موجود طب ازاي ان احنا نتوقع ان ده يحدث بيحدث في حالات الناس اللي عندهم قابلية لان خفضات معدلات السكر السريعة واحد السن المتقدم يعني مثلا سنه ثمانين خمسة وتمانين فده بيبقى الهرمونات اللي بتطلع ضد الانسولين او اعداء الانسولين زي ما سموها على الفيسبوك مرة احد الاحاديث بتوعف في كونات ام بي سي يعني هما لو كتبوا كلمة اعداء الانسولين حوالي اظن اربع خمس دقيقة كده كان جميل او في الام بي سي او حضرتك اللي كتبت اه اه انا كان حديث معايا في الام بي سي وهم اطعوا جزء من ده والناس سموها اعداء الانسولين الخامسة ممتاز اعداء الانسولين الخامسة دول مهمين معنهم اعداء دول بيرفع السكر هرمونات خمسة اللي هو الجلوكاجون وكورتيزون والكاتكولامينز او اللي هو الادرينالين والبرولاكتين والخامز بتاعهم وهرمون النموي فالخامسة دول بيشتغلوا ضد الانسولين الانسولين لوحده يا حسام ينقص السكر اما الخامسة دول بيزودوا السكر تمام المفروض ان الجسم اول ما بيستشعر ان السكر بدأ ينزل الخامسة دول بيطلعوا لان انخفاضات السكر اكثر خطورة من زيادات السكر يعني مثلا دول بيطل السكر الطبيعي الصايم مية وعشرة مثلا بعد الاكل مية واربعين لو انت اقول تلي حتى يعني لو انت خير تاني مريض سكره بيوصل لربعمية او خمسمية افضل ولا مريض تاني سكره بيانخفض تحت المية يعني الستين واربعين اقولك الاخطر الستين واربعين الارتفاع التلتمية والربعمية اصبطهم على مهلي يعني ممكن اخد اسبوع اتنين تلاتة فيه ناس مشين في الشوارع كده واخبالها داك وبيهزروا بيتحاكوا بيتجوزوا بيخلفوا كله وسكره تلتمية وخمسين وربعمية هم مش دريانين اساسا يعني وتلاقي مثلا في مصرنا الحبيبة احنا عندنا نزمة السكر في بلدنا من تمانية لعشرة في المية واخبالك في منهم واحد او اتنين في المية مش متشخصين ودول سكرهم عالي وماشيين بيتحاكوا بيهزروا بيعملوا كل حاجة ولا هم دارين ييجي بقى مثلا راح مع صاحبه ولا قريبته ولا قريبه بيعمل تحليل فاقولوا انت اخدوا العينة فييجي ياخدوا العينة يلاقي السكر اللي هو لو كان صايم او عشوية او اتفر يعني اعلى من الطبيعي بنمكن ميتين في المية يعني ممكن الصايم مثلا عنده تلتمية وعشرين تخيل صايم تلتمية وعشرين هو مش دريان اه ودي احنا اتكلم فيها برضو لان هذه الامور مهمة جدا هنا نبدأ نقول طيب نقص السكر ازاي انا هتوقعه لانه خطير واحد قلنا في السن الكبير لان الهرمونات الخمسة اللي هو اعداء الانسولين على حد تعبير قناة الانبسي واخبر حضرتك دول ما بيطلعوش بسرعة زي الصغيرين اللي زي خمسين سنة واربعين وخمسة واربعين وخمسين وكذا وستين فهنا الهرمونات دي بتتأخر فالمريض يروح فاقد السكر بسرعة يعني يبقى مثلا دلوقتي مية وستين وفجأة ليه يبقى ستين مع اقل مجهود ممكن